أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة حضر موتة بيانا أكدت فيه إقامة موعد المؤتمر العام للنقابة الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الهيئة الإدارية ودعت الهيئة من دوبي المؤتمر السادس للنقابة إلى حضور فعليات المؤتمر لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في الزمان والمكان المحددين لمواصلة المشوار والسعي لتحقيق أهداف النقابة النبيلة وغايتها وثمنت الهيئة الإدارية جهود مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعامله الإيجابي مع النقابة وسرعة حل الإشكالية المتعلقة بعقد المؤتمر السادس وإيجاد الحلول لعقد المؤتمر قبل انتهاء المدة القانونية للهيئة الإدارية مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحرص مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على استقلالية العمل النقابي لتحقيق الغايات السامية لمنتسبية النقابات وكان قد أصدرت النقابة في وقت سابق بيانا أعربت فيه عن استيائها بسبب تجميل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف على دورات الانتخابية لجميع النقابات بناء على توجهات السلطة المحلية